تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيهها لحملات الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها حيث تمكنت من ضبط أكثر من 73 تن دقيق أبيض وأرز وسكر ومكارونا تم حكبها عن التداول بالأسواق وضبط أكثر من 15 تن دقيق بلدي مدعم وضبط 55 تن أعلاف حيوانية و7 أطنان أقماح محلية تم حكبهم عن التداول بالأسواق وضبط أكثر من 45 تن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها كما تم أيضا ضبط أكثر من 334 تن مخلل وملح طعام غير صالح للاستهلاك الأدمي وضبط أكثر من 129 تن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الأدمي وضبط أكثر من 96 تن لحوم ودواجل غير صالحة للاستهلاك الأدمي وأيضا ضبط 98 تن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك نتابع هذا التقرير ومنه إلى فاصل قصير ابقوا معنا في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى سوارها لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 73 تن ضقيق أبيض وأرز وسكر ومكارونا تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والغربية ونجحت في ضبط قرابة 16 تن ضقيق بلدي مدعم داخل شكائر بها نقص في الأوزان لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بحوزة مسؤول مستودع ضقيق تابع لإحدى شركات المطاحن والمخابز بالإسكندرية ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 92 تن مواد بناء بحوزة خمسة من مالكي ومسؤولي مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والإسماعيلية قاموا بتخزينها لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط 55 تن أعلاف حيوانية إضافة إلى سبعة أطنان أقمح محلية محزور تداولها بحوزة مالكي سلاسة محلات لتجارة الأعلاف بالمنوفية بهدف حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول وضبط أكثر من 45 تن أسميدة زراعية غير معلن عن أسعارها قام سنان من مالكي مخازن لتجارة الأسميدة الزراعية بسوهج والمنوفية بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية نجحت الإدارة في ضبط قرابة 335 تن مخلل وملح طعام غير صالحة لاستهلاك الأدمي بسلاسة مصانع لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية وبين سويف قبل أن يتمكن المسؤولون عن تلك المصانع من ترحيها بالأسواق وهو ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 130 تن زي الطعام ومسلزمات إنتاجه غير صالحة لاستهلاك الأدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية وضبط قرابة 97 تن لحوم ودواج ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة لاستهلاك الأدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والمنوفية والإسماعيلية والشرقية كما نجحت الإدارة في ضبط 98 تن أعلاف حيوانية غير صالحة لاستخدام وتمثل خطرا على الثروة الحيوانية بحوزة قائد سيارة بالفيوم ومالك مصنع أعلاف حيوانية بالإسماعيلية وتمكنت من ضبط 15 تن أسميدة زراعية غير صالحة لاستخدام وذات أثر دار على الثروة الزراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسميدة الزراعية بقنة وتمكنت من ضبط 26 تن مستلزمات إنتاج منظفات صناعية غير صالحة لاستخدام بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالإسماعيلية وضبط قرابة 16 تن بلاستيك مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة المنتجات البلاستيكية بدون ترخيص بالشرقية